السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ اليوم تاريخ مميز للمهارة النفس أمارة بالسوء وأن قدر المستطاع نحاول نغير عداد غذائية صحية اجتماعية إيمانية إلا الأحسن كل واحد أدرى بنفسه كل يوم عنا فرصة صباح ليل اشراق مساء اجراء اشراقكم أفضل من عشيكم وقدركم أحسن مساء كل يوم عنا فرصة صباح مساء نحسن نحسن يعني يكون صباحنا أحسن من مساءنا اليوم نحسن من أمسنا اشراقنا أحسن من مساءنا مبارح كل يوم عنا فرصة أن نحاسب نفسنا فيه كل يوم من قبل أن نحاسب زي ما فضل الإمام علي أمل أن يكا أنك تعيش أبداً أما لأخرتك أنك تموت غداً من نظبط في كل شيء نتميز في كل شيء بس أهم شيء نتميز في الحب في الإيمان في الأخلاق نسامح بعض نحب بعض اللي عندنا شيء من دعاء من وقت نعطيه لغيرنا ومراتنا عشان نعطيه لغيرنا كما لا تساعد نفسنا رأسه الهمة هو إنفاق المرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من أخوته في دينه نقرأ شوي أدعية وهذا الدعاء قلنا بيرقي الروح الدعاء بغير القدر الدعاء نوع أنواع الصبر الدعاء نوع أنواع الإحسان ونذكر دائماً إن الله يحب المحسنين إن الله أحب الصابرين إن الله أحب المتقين إن الله أحب المتطهرين إيش تعريف تطهر تقوى صبر أحسان كل واحد يعمل على راحته أنا ما في أحكي لواحد مسلم أو واحد كافر أو واحد يهودي أو واحد مسيحي أو واحد بوذي أو واحد بهاقي إنه كيف أنت بتصبر أو بتدعي أو بتحسن أو بتتقي أو بتطهر بها الطريقة هاي أنا ما إلي دخل في أي الأسلوب نحن نحترم وجهات نظر كل حداً بس نعرف إنه ربنا هو أكبر حب وأحسن أحسان والدعاء بغير القدر والدعاء بشفي الأمراض الدعاء بخليد ربنا يحبنا يا ابن المنظر الأعلى أو دعت فيك روحاً مني لتكون حبيباً لي لما تركتني وطلبت محبوباً سوائي يا ابن الروح حقي عليك كبير لا ينسى وفضلي بك عظيم لا يخشى وحبي فيك موجود لا يغطى ونوري لك مشهود لا يخفى يا ابن البشر قدرت لك من الشجر الأبهى الفواكه الأصفى كيف أردت عنه ورضيت بالذي هو أدنى فارجع إلى ما هو خير لك في الأفق الأعلى يا ابن الروح خلقتك عالياً جعلت نفسك دانية فاصعد إلى ما خلقت له يا ابن العماء أدعوك إلى البقاء وأنت تبتغي الفناء بما أعرضت عن ما تحب وأقبلت إلى ما تحب ترجمة نانسي قنقر